طبعا اخواني واخواتي القراءة القراءة يعتمد الكلام الذي تقرأه في الحلم ما هو الكلام؟ هل هو كلام جميل؟ هل هو كلام سيء؟ هل هو كلام مخيف؟ ما تقرأه يحمل جزءا كبيرا من معنى الحلم وصوتك اثناء القراءة هل قرأت بهمس؟ هل قرأت بقلبك؟ هل قرأت بشفتيك وكان صوتك عالي؟ هل كان جميل؟ هل كان صوتك ليس جميلا في الحلم؟ ايضا يحمل معاني كثيرة طبعا من طريقة الكلام التي يتكلم فيها يظهر ان المعاني حسب الطريقة او حسب الكلام اذا كان كلام سيء فربما علينا نتوجه نبحث عن المشاكل ونحاول ايجاد حلولها اذا كان طريقة الكتابة او الكلام او القراءة حسنة فعلينا ان نتوجه الى المعاني الحسنة ونبحث عنها ونبشر بها الحالم القراءة والكتابة في الحلم لها دور كبير حتى ان المفسرين ذهبوا الى ان مجرد استلام الكتاب باليد اليمين او قراءة الكتاب وان تمسكه باليد اليمين ذلك معاني خير وفضل ورحمة اما اذا مسكته بيد اليسار فربما يدل على خسارة بالمال وربما يدل على خسارة بالعمل ولكن علينا دائما ان نعلم شيء ان الكتاب الذي نرى نفسنا نكتب فيه او الدفتر الذي نكتب فيه فتلك اعمالنا فان رأينا نفسنا راضين عن ما نكتب مطمئنين فان اعمالنا بالدنيا والاخرة حسنة اما اذا كنت اكتب كلام وانا اعلم في الواقع انه كلام سيء وليس جميل فذلك عملي فعلي ان اراجع نفسي فيما اعمل واحاول ان اصححه او افعل افضل من هذا والله والعليم الحكيم